موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة العمان وحيكم وهذه جولة الأخبار رئيس الجمهورية يتلقى اتصالين هاتفيين من محافظ الجوف ومستشار القائد الأعلى القوات المسلحة قوات الجيش الوطني تطهر وادي المسياني بمحافظة حضر موت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية والجيش الوطني واصل تقدمه باتجاه الجراح بالحديدة ومقاتلة التحالف تدك مواقع الميليشيات بحجة وصنعة اجدد التحية صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين شاكيب سعيد عبدالله حبيشي نائبا لمحافظ البنك المركزي اليمنى وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية بعث فخامة رئيس الجمهورية عبدالربو منصور هادي برقية تهنئة إلى نظير الكوزوفي هاشم ماتاتشي وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده وقال رئيس الجمهورية في البرقية يطيب لي باسمي وباسمي حكومة وشعب الجمهورية اليمنية أن أعرب لفخامتكم عن أحر التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية كوزوفو الصديق التطور والإزدهار وبعث فخامة رئيس الجمهورية عبدالربو منصور هادي اليوم برقية تهنئة إلى رئيسة جمهورية نبال الديمقراطية الفيدرالية بيديا ديفي بهاندري هندأها فيها بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها وأعرب رئيس الجمهورية في البرقية باسمي وباسمي حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني بهذه المناسبة متمنيا لفخامتها موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية نبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق التطور والإزدهار كما تلقى فخامة رئيس الجمهورية عبدالربو منصور هادي اليوم اتصالين هاتفيين من مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن محمد علي المقدشي ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي وطلع رئيس الجمهورية من مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومحافظ الجوف على سير العمليات العسكرية لأبطال الجيش الوطني وما يحققونه من انتصارات كبيرة على الميليشيات الإنقلابية الحوثية المدعومة من إيران التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وأشهد فخامة رئيس بالجهود التي تبذلها قادة المناطق العسكرية والجنود والصف والضباط الذين يجسدون ملحمة بطولية مشرفة دفاعا عن عرض وكرامة أبناء الشعب اليمني واستتباب الأمن والاستقرار ودحر الميليشيات الإنقلابية التي تحاول من خلال مشاريعها التأمرية جرى البلاد إلى أتون صراعات طائفية وعرقية ومذهبية وعودة الحكم الإمامي البغيظ الذي لفظه الشعب اليمني وقال فخامة رئيس لن تتوقف العمليات العسكرية والانتصارات عند تحرير مدينة أو جبهة أو موقع عسكري بل أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى يتم تحرير كامل التراب اليمني وتخليص الوطن من شرور العصابة الإنقلابية وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في الدولة المدنية والاتحادية الحديثة التي يتوق لها كافة أبناء الشعب اليمني من صعدة وحتى المهرة وأشهد رئيس الجمهورية بالجهود الكبيرة لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي التي وقفت صفا واحدا إلى جانب أشقائهم باليمن في أحلك الظروف وجسدوا موقفا مشرفا ناصع البياض وشكلوا ملحمة كبيرة أرعبت العدو في الداخل والخارج وأكد محافظ الجوف ومستشار القائد الأعلى القوات المسلحة على ما يتمتع به أبطال الجيش الوطني من روح معنوية عالية ومواصلتهم لسير العمليات العسكرية حسب الخطة المرسومة والهادفة إلى تحرير كافة المواقع من الميليشيات الإنقلابية وتخليص الوطن من شرورها وجرائمها وانتهاكاتها الممنهجة ضد الأبرياء وعبر الفريق المقدشي ومحافظ الجوف العكيمي عن شكرهما لفخامة الرئيس المشير عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على جهوده المبذولة في سبيل استعادة الدولة وعودة الأمن والاستقرار وتحقيق حلم الشعب اليمني باليمن الاتحادي الجديد أيضا تلقى فخامة المشير عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية الواء ركن فرج البحسني اطلع محافظ حضر موت بل أطلع محافظ حضر موت رئيس الجمهورية على مستجدات الأوضاع في المحافظة على مختلف الصعود ومنها ما يتصل بجهود مكافحة الإرهاب وتصدي والقضاء على خلاياه وأوكاره أينما وجدت وقطع دابر أذرعه ومن يسانده ويموله لزعزعة أمن واستقرار المحافظة والوطن والمنطقة وأشهد فخامة الرئيس بالتضحيات الجسيمة التي يقدمها حماة الوطن والمقاومة الشعبية والالتفاف المجتمعي لمواجهة خطر الإرهاب والتمدد الحوثي الإيراني في المنطقة الذين يمثلون أدرعا لهدف تدميري مشترك تجاه اليمن والمنطقة وثمن رئيس الجمهورية جهود ومساندة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربية الذين يجسدون مواقف مشرفة إلى جانب أشقائهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة في سبيل الدفاع عن الأرض والعرض والتصدي للجماعات الإرهابية والميليشيات الإنقلابية والقضاء على مشروعهما التدميري للوطن والمنطقة وأكد فخامة الرئيس على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقوات الجيش الوطني لمواصلة انتصاراته والقضاء على الجماعات المتطرفة والإنقلابية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة خدمة منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن والمنطقة الأمنة والاستقرار وشدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية لقطع ذابر الإرهاب الدخيل الذي لا ينتمي لوطننا ومجتمعنا بصلة مترحما على أرواح الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحة وأكد المحافظ البحثيني عزم الجيش الوطني بمشاركة الشرفاء من أبناء الوطن والأشقاء من دول التحالف العربية المضي قدما لتحقيق الانتصارات للأرض والإنسان والقضاء على الجماعات المتطرفة وكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المحافظة بشكل خاص والوطن بشكل عام مشيدا بجهود واهتمام فخامة الرئيس المشير عبد ربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بأبناء المقاتلين الذين يصنعون المآثرة لتحرير الوطن من درن الإرهاب والتطرف وشروره المختلفة وأشار إلى نجاح جهود الجيش الوطني في مكافحة العصابات المارقة وقطع دابرها ومتابعتها إلى أوكارها والقضاء على عناصرها لينعم الوطن والمواطن بالأمن والاستقرار لافتا في هذا الصدد إلى القضاء على الخلايا الإرهابية في أوكارها وأسر عدد آخر منهم لتقديمهم للعدالة لينالوا شساءهم الرادع جراء مقترفوه من جرم بحق الأبرياء أجرى رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبد بن دغر مساء اليوم اتصالا هاتفيا بمحافظة حضر موت قيد المنطقة العسكرية الثانية الوأركن فرج سلمين البحسني اطلع خلاله على مستجدات العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية في عدد من مديريات المحافظة بهدف تطهيرها من فلول التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها وجيوبها وأوكارها والتعامل بحزم وحزم مع أدرعها ومن يساندها ويمولها لاستهداف أمن وسكينة المحافظة والوطن والمنطقة وأشهد رئيس الوزراء بالتضحيات الجسيمة التي حققتها قيادة وجنود وضباط وامتسبية المنطقة العسكرية الثانية والمجتمع الحضرمي المسالم والمساند على مر تأريخه لقيم التسامح والنظام والقانون والدولة وفرض هيبة الأمن بمواجهة عناصر تنظيم القاعدة مشيدا بجهود ومساندة أشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف العربي الذين يسطرون مواقف عروبية ملحمية مشرفة إلى جانب أشقائهم من أبطال الجيش الوطني والمقاومة بدوره عبر المحافظ البحصني عن شكره لاهتمام رئيس الوزراء ومتابعته المستمرة للاحتياجات المحافظة من كافة النواحي مؤكدا عزم الجيش الوطني على المضي لتحقيق الانتصارات حتى تطهير كافة مناطق الوطن من فلول العناصر الإرهابية ومن يقف خلفها وقطع دابرها كما أجرى رئيس الوزراء اتصالا مماثلا بوكيل محافظة حضر موت عصام حبريش الكثيري اطلع خلاله على الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطة المحلية بالمحافظة لخدمة المواطنين وتثبيت الأمر والاستقرار من خلال التعامل بحزم مع العناصر الإرهابية والقضاء عليها مؤكدا أن الحكومة ستقدم كل الدعم وفق الإمكانات المتاحة لتوفير احتياجات المحافظة من الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات ووجه رئيس الوزراء بسرعة توفير المشتقات الضفطية لمحطات التوليد وبما يضمن استمرار التيار الكهربائي في كل مديريات الوادي والصحراء وكان محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية ألواء الركن فرج سالمين البحسني قد أكد أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الثانية تمكنت ظهر اليوم بإسناد جوي من طيران التحالف العربي من افتحام الموقع الذي كانت تتحصن به عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في وادي المسياني غربي مدينة مكلة وتطهير من العناصر الإرهابية وأضاف اللواء البحسني أن الانتصار الذي تحقق على تنظيم القاعدة في وادي المسياني جاء إثرة تنفيذ خطة عسكرية محكمة انطلقت يوم الجمعة ضد تجمعات متبقية لعناصر التنظيم الإرهابي في مواقع جبلية وعرة بوادي المسياني موضحا أن الخطة تضمنت تضييق الخناق على العناصر الإرهابية من كل الجهات ومحاصرتهم لمدة يومين ومن ثم تنفيذ خطة الاقتحام التي تمت بنجاح واحترافية من قبل أبطال الجيش وأشار اللواء البحسني لأن العمليات العسكرية أسفرت عن استشهاد جنديين وإصابة أربعة آخرين إلى جانب مقتل وأسر العديد من عناصر الجماعات الإرهابية المسلحة وأكدا أن العمليات التي أطلق عليها الفيصل لا زالت مستمرة حتى التأكد من خلوة المنطقة من أي جيوب تابعة للجماعات الإرهابية كما بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزائن وموسائل نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب المحمولي عزاهو في استشهاد ابن خاله جميل راشد سعيد في جبهة المحاولة ضد ميليشيال الحوثي الإيرانية وقال رئيس الوزراء في برقية العزاء إن أخيرة شباب اليمن يقدمون أرواحهم في سبيل التضحية والنصر للوطن ولحماية الجمهورية والوحدة وبناء اليمن الاتحادي في مختلف الجبهات حتى ضد الميليشيات التي شذت بأفكارها الظلامية والسلالية خطبة لإيران في بلادنا وعبر رئيس الوزراء في ختام البرقية عن صادق العزاء والمواساة لأهل وذوي الشهيد سائل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يمنع على رفاقه الجرح بالشفاء العاجل وإن لله وإن إليه راجعون في النشرة أيضا قالت وكالة رويترز أن مسودة قرار سيجري طرحها في مجلس الأمن تتبنىها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يدين إيران لتقعسها عن منع وصول صواريخها الفاليستية إلى ميليشيات الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات وقال ديبلوماسيون أن مسودة قرار تجديد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن لعام آخر ستسبح أيضا للمجلس المؤلف من 15 عضوا بفرض عقوبات ضد أي نشاط له الصلة باستخدام الصواريخ الفاليستية باليمن وقال ديبلوماسيون أن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه ناقش محافظ البنك المركزي اليمنية دكتور محمد زمام اليوم بالعاصمة السعودية الرياض مع محافظ مؤسسة النقد العربية السعودي التعاون المشترك بين الجانبين وبحث اللقاء التعاون في مجال الدعم الفني وتدريب والتأهيل على كافة العمليات المصرفية الداخلية والخارجية إضافة إلى طرق وأساليب كافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وطرق اكتشاف العمولات المزورة واستعرض اللقاء الموضوعات اتفاقية الوديعة السعودية الثانية للبنك المركزي اليمني ومقدارها ملياري دولر والتي سيتم التوقيع عليها بين البنك المركزي ووزارة المالية بالمملكة العربية السعودية وعبر الدكتور زمام عن تقدير اليمن للدعم السعودي ممثلا بمؤسسة النقد منذ نقل العمليات المصرفية من صنع إلى عدن حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة البنك شكيب الحبيشي وشرف الفودعي ومن الجانب السعودي وكلة المؤسسة والمعهد المالي فلتحول ميدانيا حيث اشتدت وثيرة المعارك بين الجيش الوطني مسنودا بمقاتلات التحالف العربي من جهة وبين ميليشيات الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى جنوب محافظة الحديدة وقالت مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية في منطقة بيت بيش الواقع بمثلث إبحيس وأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تواصل تقدمها الميداني في الجراحي وتفرض حصارا على الميليشيات من عدة اتجاهات وبحسب المصادر فإن المعارك تزامنت مع غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات وآليات قتالية للميليشيات الحوثية في أطراف أمدرية حيث وخلفت المعارك والغارات وفق المصادر عددا من القتل والجرحة من مسلحي الميليشيات الحوثية إضافة إلى تدمير آليات ومعدات قتالية بتاعز لقي سبعة من مسلحي ميليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم بينهم قائد ميداني بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمديرية مقبنة غربي تاعز وفدى مصر ميداني غارة جوية دقيقة استهدفت تأتجمعا للميليشيات في منطقة المضروبة بمقبنة وأدت إلى مصرع قيادي ميداني للميليشيات وعدد من المسلحين كما استهدفت غارة جوية أخرى لمقاتلات التحالف شاحنة محملة بالذخيرة في منطقة المخشيب أغربي مقبنة ودمرتها بالكامل ميداني أن شهدت جبهة مقبنة مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي الإنقلابية مصحوبة بقصف مدفع متبادل وتركزت المواجهات في مناطق جبل العويد وجبل غريدم والمضاب والقحيفة وأسفرت عن سقوط عدد من القتل والجرح في صفوف الميليشيات الإنقلابية وكثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على تحركات ومواقع ميليشيات الحوثي الإنقلابية في مناطق متفرقة من جبهتي حرض وميدي بمحافظة حجة وقالت مصادر ميدانية أن طيران التحالف شن أكثر من عشر غارات جوية خلال الساعات الماضية على مواقع وتحركات الحوثيين بميدي وحرض مؤكدا استهداف مدفع هاوزر غربي حرض وتجمعا للحوثيين في إحدى البنايات جنوب مدينة ميدي والتي تتحصن بها الميليشيات الحوثية وكان طيران التحالف قد نفذ يوم أمس غارتين جويتين على نقطة عسكرية ومخزن أسلحة للحوثيين بمديرية حيران المحاذية لمديرية ميدي ما أسفر عن سقوط قتل وجرحة في صفوف الميليشيات بحجة أيضا أتلفت قوات الجيش الوطني صباح اليوم 27 كيلوغرام من المخدرات بعد ضبطها في أحد أبنية الحي الجنوبي لمدينة ميدي بمحافظة حجة وقال مزر عسكري بالمنطقة أنه أثناء تمشيط عدد من الأبنية جنوب مدينة تأميدي تم العثور على كمية من المخدرات التي كانت في مبنى تتمركز في الميليشيات الحوثية قبل تطهيره وأنه تم العثور عليها مطمورة تحت كمية من أخشاب أحد الأبنية وأضاف المصدر أن ميليشيات الحوثي لم تستطع تهريب هذه الكمية وذلك بعد إطباق الحصار على المدينة من قبل الجيش الوطنية دمرت مقاتلة التحالف العربي تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي الإنقلابية بمديرية ناهم شرقية العاصمة صنعة وقال مصدر الميدانين عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيات الحوثية في منطقة سد العقران ومواقع مجاورة له وأدت الغارات وفق المصدر إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ وثلاثة أطقم قتالية وسقط جميع من كانوا على متنها قتل وجرح بالتزامن استهدفت مقاتلة التحالف العربي مواقع وتجمعات للميليشيات الحوثية في منطقتين المبدعة وتلت ريمان بالمديرية ذاتها وكبدتها خسائر في الأرواح والمعدات أما في البيضاء فقد استشهدت طفل محمد أحمد عبدالله الوحيشي وأصيب أحمد عبدالله البنة في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي الإنقلابية في الطريق العام بمدرية الزاهر الحميقان بالمحافظة وقال مزر المحلين لغما أرضيا زرعته ميليشيات في الطريق العام أمام مستوصف الزاهر انفجر وأودى بحياة الطفل محمد الوحيشي وإصابة الطفل أحمد البنة وحالته خطرة وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الإنقلابية بحق أبناء البيضاء والمتمثلة في القتل والقصف العشوائي على المنازل والممتلكات والمزارع وزراعة الألغام في الطرقات العامة والاختطافات أصيبت امرأتان بجروح جراء انفجار لغم أرضي زرعة ميليشيات الحوط الإنقلابية غربية محافظة الجوفة وذكرت مصادر محلين المرأتين أصيبتها بالانفجار أثناء مرورهما في الطريق العام شرقي منطقة ملاح وتأتي هذه الحادثة بعد أسبوع من استشهاد عدد من النساء والأطفال بلغم أرضي زرعة الميليشيات في المنطقة ذاتها قبل تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني يذكر أن ميليشيات الحوط الإنقلابية زرعت مئات الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في مدير يتي الغيل والمصلوب قبل تحريرهما ما تسبب في إصابة عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال هذا وهناك حملة اختطافات هستيرية تقوم بها الميليشيات الحوطية بالحديدة بعد تلقيها العديد من الهزائم الميدانية وتنشئ سجونا سرية بمديرية جبل راس وتزج بالمختطفين فيها عقب تساقط مديريات الحديدة في أيدي الجيش الوطني والتحالف العربي أفقدت الميليشيات الحوثية الإنقلابية صوابها ما دفعها إلى تنفيذ حملات اختطافات واسعة في صفوف المواطنين خاصة في مديرية الجراح وجبل راس حيث نفذت ميليشي الحوثي حملة اختطافات واسعة النطاق طالت أطفالا ومدنيين السبت في مديريتي الجراح وجبل راس جنوب محافظة الحديدة وذكرت مصادر صحفية وقبلية أن متمردين حوثيين اقتحموا منازل المدنيين في منطقة الأشاعر بمديرية جبل راس واختطفوا تجارا وأطفالا ومدنيين نقلوهم إلى سجون سرية في مركز المديرية مصادر حقوقية أيضا كشفت قيام الميليشيات الحوثية باستحداث سجون سرية في مديرية جبل راس ونقل جميع السجنة والمختطفين من سجونها في مديرية الجراح إليها تخوفا من عملية اقتحام للجيش الوطني وتحريرها المصادر ذكرت أن المتمردين اقتحموا أيضا منازل عدد من المدنيين في مركز مديرية الجراح واختطفوا العشرات بزعم تعاونهم مع الجيش الوطني وأن المختطفين في سجون الميليشية في جبل راس يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وعكست هذه الحملة الهستيرية الحوثية عدم ثقة الميليشيات بالمواطنين وانهيار صفوفها بعد تصاعد عملية الانشقاقات في صفوفها حيث شهدت الأيام الماضية انشقاق العميد الركن الدكتور فايز غلاب مدير شؤون الضباط في وزارة الداخلية التابعة للحوثيين وتمكن من مغادرة العاصمة والوصول إلى مدينة عدن قبيل توجهه إلى الأردن انشقاق مسؤول أمني رفيع عن الانقلابيين في وزارة الداخلية وفراره إلى خارج اليمن وكذلك انضمام الناطق باسم القوات الجوية العميد جميل المعمري إلى الجيش الوطني بعد خروجه من صنعاء ووصوله عدن دليل على انهيار صفوف الميليشيات الانقلابية فيما أكدت مصادر أخرى أن تواصلا وترتيبات تجري إلى انشقاق قيادات عسكرية رفعة في صنعاء وإخراجهم منها إلى عدن للخلاص من الحوثيين والانضمام إلى شرعية الميليشيات الحوثية تواجه انهيارا محتوما في الساحل الغربي وتتساقط مديريات الحديدة الواحدة تلو الأخرى بأيدي الجيش الوطني وباتت مدينة الحديدة وميناؤها على بعد مرمى حجر من التحرير الشامل والمواطنون ينفضون من حولهم الأمر الذي دفع الميليشيات الحوثية للانتقام من المواطنين وتنفيذ حملة اختطافات واسعة في صفوفهم ورميهم في غياهب سجونها السرية المستحدثة في مديرية جبراز رصدت إحصائية حقوقية ارتكاب ميليشيات للحوثي الإنقلابية حوالي أربعين ألف جريمة وانتهاك ضد المدنيين بمحافظة عمران خلال أربع سنوات وذكرت الإحصائية أن الميليشيات ارتكبت حوالي أربعين ألف جريمة وانتهاك توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتجنيد الأطفال وغيرها بعمران وسقط جراء هذه الجرائم والانتهاكات سبعمائة وستة وتسعون قتيلا مدنيا بينهم تسع نساء وثلاثة وثمانون طفلا إضافة إلى رصد أربع حالات إعدام وتصفية جسدية وخمس حالات اغتيال وثلاث حالات وفاة جراء التعذيب وحالتين وفاة بسبب الإهمال داخل سجون الميليشيات وبثقت الإحصائية سبعمائة حالة اختطاف وإخفاء قسري وستامائة حالة اعتقال تعسفي هذا وعمدت ميليشيات الحوث الإنقلابية منذ الوهلة الأولى لانقلابها على طمسي هوية اليمن الحضارية والتاريخية عبر تدميرا لمكتسبات التاريخية والحضارية والثقافية ولأنها تفتقر إلى أي هوية أو تاريخ وتعمل لخدمة أجندة الفرس فقد دأبت على تخزين الأسلحة وإخفائها في العديد من المتاحف الوطنية الميليشيات الحوثية التي تفتقر إلى أي هوية تاريخية عمدت منذ الوهلة الأولى لانقلابها على طمسي هوية بلادنا الحضارية والتاريخية والثقافية بتدمير مكتسباتها وإرثها التاريخي والاستهداف التاريخ الحضاري لبلادنا قام الحوثيون بتخزين الأسلحة وإخفائها في العديد من المتاحف الوطنية وفي مناطق ذات أهمية تاريخية وأثرية وحولتها ميليشياتهم إلى ثقونات عسكرية لتمارس بذلك أبشع انتهاكات يجرمها القانون الدولي التمسو والتدمير الممنهج للانقلابيين طال الكثير من معالم البلادنا التاريخية خاصة ذات الطابع الإسلامي وفق تقارير لمنظمات دولية ناشدت على خلفية هذا التدمير الحكومة الشرعية ومنظمة اليونسكو للتراث العالمي الإسراع في إنقاذ هذه المناطق الأثرية التي قد ينتهي ما بقي منها بالألغام التي عمدت الميليشيات الحوثية على تفخيخها بها إحصائيات رسمية كشفت أن انتهاك الميليشيات الحوثية طيلة ثلاث سنوات مضت بلغ أكثر من خمسة وسبعين انتهاكا بحق المعالم الحضارية والمعالم الأثرية في اليمن تنوعت بين التدمير والنهب والقصف فيما توزعت هذه الانتهاكات بين 12 انتهاكا في محافظة تعز وثمانية في محافظة مأرب وسبعة انتهاكات في محافظة حجة وستة انتهاكات طالت معالم حضارية في محافظة الحديدة وخمسة عشر انتهاكا توزعت بين خمسة انتهاكات في محافظة صعدة وعدن وأمانات العاصمة وثمانية انتهاكات تقسمتها محافظتي الجوفئب بالمناصفة وثلاثة انتهاكات في البيضاء وثلاثة مماثلة في صنعاء كما انتهكت الميليشيا الحوثية معالمة حضارية وتاريخية في محافظات شبوى وعمران والضالع وذمار بثمانية انتهاكات توزعت من انتهاكين في كل محافظة فيما سجلت محافظتي لحج وأبيان انتهاكا واحدا لكل محافظة وكنماذج لانتهاكات الإرث الحضاري والتاريخي لبلادنا كشفت التقارير أن الميليشيا الانقلابية استهدفت قلعة صيرة والمتحف الوطني ومسجد جوهر ومسجد الخوجة التاريخي ومبنى السياح في محافظة عدن فيما استهدف الانقلابيون قلعة القاهرة التاريخية وقصر صالة ومؤسسة السعيد العلوم والثقافة والمتحف الوطني ومقر الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات في تعز وفي مأرب التاريخ الحضاري ومهد مملكة سبأ لم تسلم فيها المدينة القديمة ومدينة براكش التاريخية وأسدها التاريخي ومواقع معابد بران وأوعال وصرواح الأثرية من القصف والتدمير جزء كبير من المناطق الأثرية يقع تحت سلطة الميليشيا وفقا لوزير الثقافة مروان دماج الذي أكد أن موقعا مهما جدا في محافظة المحويت تم تحريزه في العام 2004 وبدأت فيه عمليات تنقيب تعرض مؤخرا لعملية نبش من قبل الميليشيا الحوثية طالت موميات يعود تاريخها لما قبل الميلاد التدمير والتفجير والنهب للآثر يكشف حجم العداء التاريخي الذي تكنه ميليشيا الانقلاب الحوثي للتاريخ والحضارة اليمنية عداء ظهر للعلن في كافة أرجاء البلاد عقدت السلطة المحلية بمحافظة تعزي اليوم اجتماعا برئاسة محافظة المحافظة دكتور أمين أحمد محمود لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالمكاتب الخدمية والأوضاع الأمنية بالمحافظة واسترد الاجتماع بحضور وكلاء المحافظة ترتيب الأوضاع الأمنية والعوائق التي تحول دون تكامل عمل المنظومة الأمنية كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالخدمة المدنية والمتقاعدين ووقف ترخيص البناء حتى يستكمل تفعيل النيابات والمحاكم وترتيب الأوضاع داخل المكاتب وفق آلية الكفاءات العلمية بما يضمن أداء متميزا لمؤسسات الدولة وقرى الاجتماع العديد من القرارات المتعلقة بمعالجة الإشكالات التي تعرقل تطبيع الأوضاع بالمحافظة هذا وزار قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل يوم أسرة الإعلامية الشهيد أسامة سلام المقتري لتقديم واجب العزاء بتكليف من نائب الرئيس الجمهورية وأشهد اللواء فاضل بمنقب الشهيد الإعلامي ودوره الوطني مع زملائه الإعلاميين في تغطية وتوثيق معركة تعز ضد الميليشيات الإنقلابية واستعادة الدولة الشرعية منوها إلى أهمية العمل الإعلامي باعتباره جبهة مستقلة توازي الجبهة العسكرية خلال الحرب وأداة من أدوات مقارعة الإنقلاب في سبيل إنهائه واستشهد الإعلامي أسامة سلام أثناء مرافقته أبطال الجيش الوطني وتغطية للمعارك التي دارت في محيط مدرسة محمد علي عثمان مع انطلاق معركة استكمال تحرير تعز في أواخر شهر يناير وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية اليوم بمدرية مشرع وحدنان بإجابة الصبر بمحافظة تعز الفي سلة غذائية وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة وأوضح المركز في بيان الله أن السلة الغذائية الواحدة تزين 74 كيلو جرام تكفي 6 أشخاص ضمن مشروع توزيع 76250 سلة غذائية خصصة للمحافظة وأشار إلى أن التوزيع يأتي في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز التي وصلت حتى الآن 193 مشروعا متنوعا في جميع القطاعات الإنسانية شملت مناطق اليمن كافة دون استثناء وختاما لهذه الجولة أود وأذكر بأبرز ما ورد فيها رئيس الجمهورية يتلقى اتصالين هاتفيين من محافظ الجوف ومستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة قوات الجيش الوطني تطهر وادي المسياني بمحافظة حضر موت من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والجيش الوطني يواصل تقدمه باتجاه الجراح بالحديدة ومقاتلة التحالف تدكو مواقع الميليشيات في حجة وصنعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر